الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيتها الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما أدرك تراتك أيها الموتور فلكم بكل يد دم مهدور ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور أنت الولي لمن بظلم قتلوا وعلى العدى سلطانك المنصور واسأل بيوم الطف سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو خبير هذا الخطاب إلى الإمام الحج سلام الله عليه واسأل بيوم الطف سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو خبير يوم أبوك السبت شمر غيرة للدين لما أنعفاه دثوره وقد استغاثت فيه أمة جده لما تداعى بيتها المعمور وبغير أمر الله قام محكما في المسلمين يزيد وهو أميره لذاك نظى بن حيدر صارمان ما سله إلا وسلن من الدماء بحوره حزنا على الدين الحنيف وغربة وضمن وفاقد أحبتين وهجير حتى إذا نفذ القضاء وقدر المحتوم فيه وحتم المقدور زجت له الأقدار سهم منية فهوى آلقا فاندك ذاك الطور وتعطل الفلك المدار كأنما هو قطبه وعليه كان يدور والشمس توقد بالهواجر نارها والأرض يغلي رملها ويفوره وغدت وغدت تدوس الخيل منه أضالعا وغدت تدوس الخيل منه أضالعا سر الإله بطيها مستور يا هلناس يا هلناس درب المشرع مني هذا لسان حال أخته زينب عندما رأته على رمضاء كربلا يا هلناس درب المشرع مني أنا قصدي أجيب الماء لحسين عطشان خي يا مسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى طيب وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد مما يميز يوم عاشوراء وقضية كربلا يميزها أمور عديدة ولكن من أهم ميزات قضية سيد الشهداء وعاشوراء هي تلك الإرادة الصلبة والقوية التي ظهرت من سيد الشهداء عليه السلام ومن أصحابه يوم عاشوراء تلك الإرادة التي لم تتزلزل تلك الإرادة التي كانت أرسخ من الجبال الرواسي على الأرض تلك الإرادة الصامدة في وجه كل المغريات وفي وجه كل الأخطار التي أحدقت بسيد الشهداء وبأصحابه يوم عاشوراء لذلك هذه الإرادة التي كانت في عسكر الحسين كبيرهم صغيرهم نساؤهم رجالهم كلهم كانوا ذو إرادة وعزيمة راسخة وعلى ثقة وبصيرة من أمرهم هذا الذي ميز عاشوراء نحن نقرأ في التاريخ هناك معارك كثيرة حتى مع النبي وأصحاب النبي طبعاً من أصحاب النبي كانوا في بعض المعارك يهربون كما يدون القرآن الكريم هروب أصحاب النبي يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم القرآن يسجل هروب أصحاب النبي يوم أحد ثم غفر الله لهم ذلك إلا أن في يوم عاشوراء نجد أن هذه الإرادة الصلبة كانت ظاهرة على صغارهم على كبارهم على نسائهم أبو الفضل العباس يأتون له بأمان بكتاب أمان من عبيد الله بن زياد يقول لصاحب الكتاب لشمر بن ذل جوشاً تباً لك ولما جئت به أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له ثم عاد كذلك أصحاب الحسين حبيب بن مظاهر عندما رأى ذلك العبد الذي كان مع فرسه يريد أن يخرج من الكوفة سمع العبد يخاطب الفرس يقول والله لو تأخر سيدي لم تطيتك وذهبت لنصرة سيد الشهداء عندما سمع قال جعل ينادي أبا عبد الله العبيد يتمنون أن يقتلوا في سبيلك وفي طريقك فكيف بالأحرار وذهب إلى كربلاء وقال لصاحبه تعال معي نخضب شيبتنا من دماء رؤوسنا هكذا كانت هذه العزيمة وهذه القوة فمن الذي صنعها اليوم أيها الأخوة نحن في حياتنا وخصوصا شبابنا كذلك أمام امتحان امتحان ضعف الإرادة أم قوة الإرادة نحن اليوم نتعلم من الحسين كيف نقوي إرادتنا من الذي يصنع الإرادة وما هي الإرادة أولا نبدأ من هنا أن الإرادة هي العزيمة هي المشيئة هي تلك الطاقة التي تجعلك أن تقوم بعمل من الأعمال أي عمل من الأعمال هي تلك الطاقة التي تدفعك إلى أن تقوم بعمل تسمى باللغة العربية الإرادة هذه الإرادة أين مصدرها ومن الذي يصنعها هناك أيها الإخوة الأعزاء وتعرفون أن في المذاهب الإسلامية هناك فرقتين يختلف المسلمون إلى طائفتين عندنا طائفة تسمى المجبرة وطائفة تسمى المفوضة المجبرة والمفوضة خلاصة أنا ما أطيل عليكم المجبرة يقولون نحن مجبورون كل شيء مخلوق لله عز وجل والمذنب والعاصي إرادته تابعة لله فإذا ذهب إلى مثلا إلى مراكز القمار أو مراكز الخامر أو القتل أو الظلم هذا الله عز وجل خلقه هكذا فإرادته تابعة لإرادة الله وهذا هو الذي يعصي لذلك هذا المذهب يسمى بمذهب المجبرة وهذا المذهب نشأ في صدر الإسلام في زمن معاوية معاوية ابن أبي سفيان خاطب الناس قال أليس أن الله عز وجل هو الذي جعلني عليكم خليفة لو الله ما يريد أنا ما أصير خليفة الله يريد أنا أصير عليكم خليفة إذن أطيعوني إذن ادفعوا المال إذن اسمعوا كلامي هذا معنى المذهب المجبرة لذلك كان يحمل كل الذنوب والمعاصي على إرادة الله عز وجل ويرمي الملامة على الله عز وجل لأن الله رادنا هيك نصير الله رادني أنا أصير قاتل أو شارب قمر أو زاني أو كذا وكذا هذا المذهب إلى هذا اليوم موجود إلى هذا اليوم بعض المسلمين ولعل أغلب المسلمين يعتقدون بهذا المذهب مذهب المجبرة هناك مذهب اسمه المفوضة هؤلاء المفوضة يعتقدون أن لا أكو فرق بين إرادة الله وإرادة البشر الله عز وجل له إرادتين افهموني دقيقة هاي خلوا بالكم معي حتى يكون القضية واضحة الله عنده عالم اسمه عالم التكوين وعالم التشريع في عالم التشريع الله عز وجل يريد من عدنا الطاعة يريد من عدنا أن نمشي على الصراط المستقيم أحكام الله في عالم التشريع وهناك عالم اسمه عالم التكوين عالم التكوين يعني الله أعطاني القدرة على أن أنا أعصي الله وعلى أن أنا أطيع الله الله يعطيني إلي القدرة هذا جسمي الآن إرادتي عقلي له القدرة والخيار على أن يختار الطريق الصحيح أو يذهب إلى الطريق السيء لذلك الله عز وجل يقول إنا هديناه النجدين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا لذلك هذا يسمى عالم التكوين أما في عالم التشريع الله يريد من عندنا الطاعة فكان معاوية والمجبرة يخلطون بين عالم التكوين وعالم التشريع عرفتوا شلون لذلك نحن في عالم التكوين نعم الله أعطى القدرة للظالم وللمؤمن الله أعطى القدرة للإنسان الزاني والإنسان كذلك المؤمن الصالح اللي يصلي صلاة الليل القدرة البدنية كلاه ما عنده ولكن من الذي يريد من الذي يختار الإرادة هي إرادة من عرفتوا شلون لذلك نحن في مذهبنا مذهب أهل البيت الإمام الرضا سلام الله عليه في حديث طويل يقول لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين نعتقد أن الإرادة إرادة المعصية أو إرادة الطاعة هذا أصلها هو الإنسان هو الذي يحددها الإنسان هو الذي يختار لماذا حتى يستحق الثواب أو يستحق العقاب وإلا لو كانت الإرادة ليست ناشئة من عندنا هي إرادة الله فكيف الله يعاقبنا على إرادته يعني معقولة الله هو يجبرني على أن أشرب الخمر وهو الله عز وجل يعاقبني ما يصير هذا ظلم لذلك الله عز وجل ما يظلم أحدا الإرادة هذه الإرادة هي صناعة الإنسان نفسه هو الذي يصنع الإرادة لذلك إخوتي الأعزاء تجدون أن بعض الناس إرادتهم ضعيفة بعض الناس إرادتهم قوية أنا أضرب لكم مثال حتى أنتم تعرفون حتى المؤمن مثلا أنت الآن إنسان مؤمن طيب هاليوم عندك إرادة قوية سمعت خطاب حماسي تأثرت صار قرأت كتاب قرأت شيء قمت تأثرت فيه قمت إلى صلاة الليل ووقفت بين يدي الله عز وجل وأديت صلاة الليل مع ما كنت نعسان كنت تعبان ولكن هاليوم أنت عندك حماس عندك إرادة في قلبك دفعتك إلى أن تقوم تصلي صلاة الليل في بعض الأيام أنت غافل ناسي ما تقوم إلى صلاة الليل أنت مؤمن ما تقول هاليوم أو إرادة متوسطة تريد مثلا تقوم نص صلاة الليل تصليها مثلا أو تذكر الله عز وجل وبعدين تنام ما تصليها كلها الإرادة تختلف قوة وضعف من شخص إلى شخص ومن زمن إلى زمن يعني أنا هاليوم إرادتي شيء باتر إرادتي تضعف لذلك بعض الناس شوفوا أضرب لكم مثال آخر من الحياة العملية واحد شوية سمين يريد يعمل رجيم يشوف اليوم شايف آثار سيئة مثلا للوزن الزائد والأمراض التي لعله يبتلى بها عند إرادة قوية يجيبوا له صحن حلوى أمامه يقول وخروا عني إرادة جدا قوية تشوف بعض الأيام لا هذه الإرادة تنهار أمام قطعة حلوى قطعة حلوى ما يستطيع أن يصبر ما يستطيع أن يتحمل أنا أعرف بعض الناس معاهم مرض السكر دايبيتي هذا مسكين بعض الأحيان يفقد أعصابه هذه القصة سمعتها من والدي صلوا على محمد وآلي محمد يقول كان عندنا السيد محترم في كربلا أحد المحترمين في كربلا يقول يوم من الأيام كنا معه قاعدين في مجلس وجابه وصحن بقلاوة نحن عندنا بالعراق اللي هي كلها سكر وشكر وعلى كلين يقطر منها القطر فهذا شال قطعة أكل والدي يقول القاعدين قال لولا أنت معاك سكر شوية احمي دير بالك انتبه على حالك ماهتم شال القطعة الثانية القطعة الثالثة قال لولا انتبه على حالك بعض الناس اللي معاهم سكر يصير عنده رغبة شديدة جامحة إلى السكر على كل والدي يقول ودعنا رحنا للبيت ورح شوية سمعنا المأذنة ينادون انقلوا أقدامكم إلى مختسل المخيم هذا العبارة اللي تعلن في كربلا عندما يموت أحد الأشخاص انتقل إلى رحمة الله راحت وفا إرادة تنهار أمام قطعة حلوة لذلك أيها الإخوة هذه الإرادة فيها قوة فيها ضعف ولكن كيف تنشأ هذه الإرادة؟ هذه من شأها هو الإنسان رغباته قوته قوته إرادته إلى القوة ينشأ منها إرادة قوية لذلك إيمانه الإيمان بالله علمه يحدد أكو بعض الناس لأنه جاهل إرادة ضعيفة العالم إرادته أقوى لأن يعرف عواقب الأمر يقرأ الأمور بشكل صحيح يعرف أن هذه آثارها تبعاتها سوف تكون محسوبة عليه لذلك هذه أمور تؤثر في الإرادة القوية والإرادة الضعيفة نحن اليوم حديثنا عن كربلاء وكيف أن في كربلاء طفل صغير الحسين يسأله بني كيف الموت عندك؟ يقول يا عم والله في نصرتك أحلى من العسل هذه الإرادة من الذي جعلها في هذا الغلام الذي لم يبلغ الحلم؟ أو يأتي ذاك الرجل الشاب العريس يعني المعرس اللي استوه اليوم أيام صاير لم تزوج يأتي إلى زوجته علي بن مظاهر الأسدي عندما قال لهم الحسين ليلة العاشر من المحرم كل أحد منكم يأخذ بيد صاحبه واتخذوا هذا الليل جملا واذهبوا فإن القوم يريدوني أنا يريدون قتلي ما يريدون قتلكم فاذهبوا وانصرفوا قام علي بن مظاهر الأسدي نادى زوجته بباب الخيمة من النساء تدرون الرجال منفصلين عن النساء فنادى زوجته وحدثها قال لها هكذا يقول سيد الإمام الحسين سلام الله عليه يقول انصرفوا اذهبوا قالت له وما أنت تصنع قال أنا أبقى أنا لا أترك سيدي الحسين مهما بلغ الأمر أخبرنا أننا سوف نقتل فأنت إذا أردت أن أسلمك بيد أحد أبناء عمومتك وليذهبك إلى أهلك أنت اذهبي إلى أهلك فقالت لا والله أنت تبيض وجهك أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا يسود وجهي أمام فاطمة لا والله أنت تنصر الحسين وأنا مع زينب عليها السلام لذلك انتقلت في خيمة زينب هذه الإرادة من الذي قواها ومن الذي أسسها في هذه النفوس الطيبة طبعا الله عز وجل هذه إشارة إلى الإرادة التكوينية يقول في القرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني مشيئة الله اقتضت أن تعطيك قوة الإرادة والاختيار أن يكون بيدك مشيئة الله أرادت أنك أنت تختار أنت تصمم أنت تكون ثابت على هذه عندك العزيمة والمشيئة هي بيدك أنت الذي تقويها وتضعفها لذلك يقول العلماء أيها الإخوة كيف نقوي هذه الإرادة هناك ستة أمور تجعلنا أن نكون ثابتين على إرادة قوية وعزيمة ومشيئة لأن الأمر أول ما يبدأ يبدأ بالتصور تخيل الأمر في الذهن ثم تنشأ النية في القلب العزيمة ثم تبدأ العملية الجهد وعملية تطبيق ذلك العمل هي أربع مراحل يحددها علماء النفس في فكر الإنسان وفي ذهن الإنسان كيف هذه الإرادة نقويها يقولون هناك استراتيجية لتقوية الإرادة الاستراتيجية الأولى أن الإنسان يركز على هدف واحد وإن كانت اهتماماته كثيرة اهتماماته عديدة ولكن يركز على هدف واحد لتحقيقه أضرب لكم مثال مثلا سيد الشهداء عليه السلام عندما خرج من كربلاء من اهتماماته أن يحافظ على العائلة من اهتماماته أن يحمي خواته أخواته وبناته وصغاره هذا من اهتمامات الحسين ولكن الهدف أعظم وأعظم وإرادته أقوى أن يصل إلى كربلاء وأن يحقق ما يريد لذلك اهتماماته الأخرى يضعها جانبا يركز على تلك الإرادة التي يؤسسها في ذهنه لذلك يوم عاشوراء عدة أمور كانت مهمة الحسين كان يمكن أن يحافظ على عياله يحافظ على أصحابه كان يمكن أن يسقيهم الماء ولكن هذه أمور كانت تقتضي منه أن يذل نفسه أمام العدو لذلك كان يركز على هدف واحد أنه لا يطعطئ برأسه أمام العدو وأن يرفع رأسه شامخا أمام الأعداء وأمام أولئك المنافقون لذلك أيها الأخوة الأعزاء اليوم نرى شيعة الحسين وشيعة علي بن أبي طالب في كل مكان يتعلمون من سيدهم أن لا يطعطئوا برؤوسهم إلى الأرض أمام الظلمة وأمام الطواغيت وخصوصا في بلادنا العربية اللهم صلى الله عليه وسلم اليوم هذه العزيمة وهذه الإرادة القوية التي نراها في لبنان وفي العراق وفي البحرين وفي اليمن وفي المنطقة الشرقية هذه ما هي إلا صور صغيرة من إرادة سيد الشهداء الذي علمنا أن لا نطعطئ برؤوسنا إلى الظلمة وإلى الطواغيت هذا الدرس نتعلمه من الحسين أن يكون له هدف واحد وهذا الهدف يصل إليه عندما يصمم على الوصول إليه هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أيها الأخوة في طريق تقوية الإرادة أن الإنسان يتجنب المغريات يتجنب تلك الغرائز التي تمنعه من تحقيق ذلك الهدف أنا أضرب لكم مثال أنتوا الآن هذه الليلة جئتم إلى مجلس الحسين سلام الله عليه كان أكو مغريات كثيرة في مثل هذه الليلة اللي هي ليلة عطلة ويكند وما في عندكم ممكن الإنسان يأخذ عائلته يروح يشم الهوى في مكان مثلا أو ممكن أنه يجتمعون العائلة في بيت من البيوت يعملون باربيكيو ويقعدون أمام التلفزيون ويشاهدون تلفزيون مغريات كثيرة ولكن تلك الإرادة القوية تلك العزيمة تلك المشيئة التي صممتم أن تحضروا في مجلس الحسين وأن تضحوا من أجلها لذلك ابتعدتم عن هذه المغريات المغريات دائما لذلك نجد حتى أهل البيت سلام الله عليهم أنا أضرب لكم مثال أمثلة صغيرة من حياة النبي من حياة أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله كانت أمامه مغريات كثيرة ولكن كان مصمم على أن يطلق الدنيا وما فيه ألا تغريه الدنيا بشيء هكذا كان علي بن أبي طالب كان يخاطب الدنيا يا دنيا غري غيري أبي تعرفتي أم إلي تشوقتي لا حان حينك قد طلقتك ثلاثا لا رجعت لي فيك لذلك كانت الدنيا ما تستطيع أن تغري علي يا ابن أبي طالب مغريات الدنيا الجنس اللذة المال السلطة هذه ما كانت تغري أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وإلا عرض عليهم عرض على النبي صلى الله عليه وآله دخل عليه أبو طالب قال يا يا محمد في بدء في بدء الأمر يا محمد إن هذه قريش تقول قل لابن أخيك نعرض عليه إن كان يريد مالا أعطيناه مالا إن كان يريد ملكا ملكناه علينا إن كان يريد امرأة أعطيناه أفضل امرأة عندنا فوقف في وجهه النبي وقال يا عم والله لو وضعوا لي شمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهر الله أمره أو أموت دونه هذه الإرادة النبوية هذه الإرادة العلوية هذه الإرادة الحسينية التي مثلها الحسين صلوات الله وسلامه عليه يوم عاشورة لذلك الابتعاد عن المغريات كان أمير المؤمنين سلام الله عليه أنا هذا المثال ذاكرة كان أمير المؤمنين في يوم من الأيام جالس جاء له بصحن حلوى صحن حلوى أمير المؤمنين جاء له بصحن حلوى وضع فيه إصبعه ولعق منه لعقه ثم قال أزيحوه عني يعني وخروا خلص فقالوا له يا أمير المؤمنين حرام ما نأكل قال كلا ليس حرام أكلوا قالوا إذن لماذا لا تأكل قال ما أكل منه رسول الله ولا أحب أن آكل منه لأن رسول الله ما أكل منه رسول الله ترك الدنيا أنا أريد أترك الدنيا حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وآله هذه إرادة هذه تسمى الإرادة الصامدة هذه الإرادة الراسخة التي لا تهزهزها لا تزلزلها العواصف والمغريات والخوف لذلك إرادة علي بن أبي طالب ليس لها مثيل في تاريخ هذه الأمة عندما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله في معركة الخندق وجعل يقول من لهذا الرجل وأنا أضمن له على الله الجنة يعني لعمر بن ود العامري الذي عبر الخندق جلس المسلمون خافوا كلهم خاف المسلمون لذلك الوحيد الذي كان يقومه علي بن أبي طالب يقول أنا له يا رسول الله وذاك اليوم علي بن أبي طالب عمره لعله 24 سنة 25 سنة شاب أبو 25 سنة أمام فارس يليل الذي كان يقال عنه فارس بألف رجل هذا التاريخ يذكره والله هذه عبارات التاريخ فارس يليل رجل بألف ليش رجل بألف لأن صار هجوم على عشيرته وهو وقف أمام ألف إنسان ردهم لذلك يسمى فارس يليل قام علي قال أنا له يا رسول الله قال اجلس يا علي مرة ثانية النبي يشوق المسلمين من لهذا الرجل وأنا أضمن له على الله الجنة ما قام أحد قام علي والنبي يقول في المرة الثالثة قال له رسول الله إنه عمر بن ود العامري هذا فارس يليل قال وأنا علي بن أبي طالب اللهم صلى على محمد وعلى محمد هذا الرجل اللي واثق من أمره هذا الرجل اللي عنده إرادة قوية لا تزلزله لا يزلزله أمر عن طاعة الله عز وجل وعن الرقي إلى تلك الدرجات العلا لذلك أعطاه رسول الله وسام لم يعطه أحدا من المسلمين بعدما قضى على عمر بن ود قال فيه رسول الله ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين اللهم صلى على محمد صلى على محمد وعلى محمد الأمر الثالث أيها الأخوة الأعزاء الإرادة القوية دائما بحاجة إلى تخطيط بحاجة إلى أن الإنسان له عزيمة وتخطيط في باله على أن تكون إرادته دائما إرادة قوية غير متزلزلة ما عنده تردد ما عنده في هذه قضية الله عز وجل والدين وطاعة الله عز وجل ما يجعل في قلبه تردد لذلك يكون دائما هو مخطط لما يصنع يعني إذا اعترض أمران أمامه أمر فيه طاعة الله وأمر فيه معصية الله طبعا يقدم أمر طاعة الله إذا في أمر أعلى وأعظم طبعا يقبل على الأمر الأعلى والأعظم سابقوا إلى مخفرة من ربكم يعني هناك لعله أعمال كثيرة أنت الآن في عاشراء ممكن تعمل أعمال كثيرة ترضي الله عز وجل وفي طريق الحسين مثلا من باب المثال واحد مستعد أن ينفق أمواله في مجلس الحسين واحد هو يصنع طعام امرأة تجلس في البيت عشر ساعات تعمل هريسة مثلا هذا عمل في طاعة الله وذاك عمل في طاعة الله وكذلك في خدمة مجلس الحسين وتنظيف مجلس الحسين وكل هذه الأمور فيها طاعة الله عز وجل وكل إنسان وكل إنسان ينتخب ما يناسبه وما يناسب طريقته وذوقه كل إنسان إلى ذوق في الحياة على كل لذلك الله عز وجل يقول سابقوا إلى مخفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين لذلك التخطيط النقطة الثالثة أن يخطط الإنسان للإرادة القوية الرابع أيها الأخوة أن الإنسان يحاسب نفسه محاسبة النفس يعني مثلا أنا اليوم أحاسب نفسي أين كانت إرادتي ضعيفة متزلزلة أشوف شنو أسبابها ليش أنا بارحة ما صليت صلاة الليل من الذي منعني شنو صار أحاسب نفسي ألوم نفسي لماذا أنا إجا الفقير وما أعطي تمام الديت إيدي بجيبي وأعطي شنو الذي منعني أن أقدم خدمة أو أتبرع بمال أو أعمل هذا العمل أحاسب نفسي على ضعف الإرادة وكذلك وكذلك أكافئ نفسي على قوة الإرادة إذا يوم من الأيام أنا شفت إرادتي قوية عزيمتي كانت قوية أشكر الله عز وجل أحمد الله عز وجل أفرح لأنه كانت إرادتي قوية في طاعة الله أضرب لكم مثال يقال أن أحد أنبياء الله إما زكريا أو أحد الأنبياء إذا أنا ذاكرتي هي التي تخونني عن ذلك يقال أنه كان كان يصلي الليل كان يصلي كل ليل الأنبياء كل الأنبياء والأولياء والصالحون وإن شاء الله أنتم الشباب في جوف الليل يخصص وقت لله عز وجل لازم هذا وأنا أنصح الشباب الإخوان الأعزاء أن يخططوا من الآن في حياتهم أن يخصطوا ولو نصف ساعة ولو ساعة أن يجعلوها لله عز وجل من ليلهم من الليل لأن الله عز وجل يقول قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل ترتير القرآن بالليل عندما لا يراك أحد لا يسمعك أحد إلا الله عز وجل والملائكة الله يعلم الله عز وجل يقول في القرآن هذا جزاؤهم يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الله أكبر كم هذا الجزاء عظيم وصف القرآن للذين يقومون في صلاة الليل وجوف الليل في سورة السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون هذا النبي من الأنبياء ليلة من الليالي صنعت له أمه عدسا أكل عدس امتلأت بطنه فنام تلك الليل تدرون الإنسان اللي يشبع يأكل كثير نومه يصير أعمق وينام نومه طويلة بخلاف الإنسان الجائع نام نومه طويلة قعد الصبح تذكر أنه لم يصلي صلاة الليل ندم ندم الأنبياء لمن يفوتهم هالشكل شيء مو مثلنا إحنا إحنا ما ندير بال نقوم وصل نضحك ولا كأنه إحنا خسرانين هذا النبي أقسم أن لا يأكل العدس بعدها ليش يعاقب هذه النفس يعاقب النفس بحاجة إلى عقاب أن لماذا أنا هذه النفس ورغباتها جعلتني أن أخسر صلاة الليل وعاقب نفسي هكذا كان يصنع علي بن أبي طالب سلام الله يقول في خطبته لواليه على البصرة عثمان بن حنيف يقول وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر وتثبت على جوانب المزلق يعني الصراط يقول ولو شئت لا اهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ولكن هيهات أن يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة ولعل في الحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع أأقنع أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يعلمنا أن الإنسان يحاسب نفسه ثم إما يكافئها وإما يعاقبها إقاب بعض الأحيان هذه النفس تعاقب كيف تعاقب لا تعطي نفسك ما تريد لا تعطي نفسك كل ما ترغب إليه من اللذائذ ليش لأن تدللها إذا تدللت النفس تصعب عليك ترويضها يصعب عليك ذكر الموت وذكر القيامة يصعب عليك أن الإنسان يبذل مال في سبيل الله أو يضحي في سبيل الله عرفتوا ماذا لماذا الحسين بذل لأنه ما كان يصعب عليه لأنه كان مروض لنفسه مستعد للقاء الله عز وجل مروض نفسه على أن لا يعطيها لذات الدنيا هذا معنات هذا معنات أن الإنسان يكون في هذه الدنيا زاهد ليش؟ معنى الزهد شنو هو؟ الزهد أن لا تعطي نفسك أمور تدللها سبويل يعني تعطيها كل شيء حتى بعدين لما تريدها في طاعة الله ما تطيعك هذا كلام عليه ابن أبي طالب ترى هذا مو كلامي أنا هذا فكره عليه ابن أبي طالب لذلك يقول روض نفسك روض نفسك على الصعوبات على الزهد في الحياة الدنيا لا تعطيها رغباتها كما تريد حتى تقف معك في يوم القيامة في مأمن والنقطة الأخرى ولا أطيل عليكم أيها الأخوة في تقوية الإرادة على الإنسان أن يستشير دائماً هناك علماء هناك كبار هناك منهم أهل الرأي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لأن المشورة في الواقع تعطي للإنسان قوة وثبات على رأيه مثلاً أنا بكرة أريد أسافر متحير في أمري أسأل ما وعيب أن الإنسان يسأل اللي عندهم خبرة أنا مثلاً أنا مقدم على هذا العمل مقدم على هذا المشروع هذا ما يقوي الإرادة أنما عندما يشارك الإنسان عقول الآخرين مع عقله هذه الرواية تقول شارك الناس مع عقلك عندما تشاركهم تقوى إرادتك وتكون عزيمتك عزيمة قوية أريد أن أنقل قلوبكم إلى أرض كربلا إلى تلك الأرض التي أظهر فيها الله عز وجل قدرته يوم عاشورا في إرادة أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليهم السيد قبلي سيد مهدي ذكر الطرماح عند وصوله إلى أرض كربلا سأل الإمام الحسين سلام الله عليه الطرماح قال له يا ابن رسول الله أنا عارف بهذه الأرض قال له تقدم هادياً مهدياً فجعل يحدو بالإبل ما هو حدو الإبل تعرفون أن الإبل هذا الكربان الذي يمشي الأخوان الذين عايشون في الغرب لا يعرفون هذا الشيء هذا شيء يختص به أهل الصحراء الإبل عندما تمشي في الصحراء يقرأ لها أبيات يقرأ لها زجل أو أبيات هذه تنسجم مع الأبيات وتتناغم مع الأشعار وتمشي مع حادي الإبل حادي الإبل الذي يتقدم يحدوها يحدوها الإبل لها سائق ولها حادي حادي من خلفها والسائق أمامه يمشي يقرأ لها فيحدو بالإبل تتناغم معه تنسجم معه ما تفز ما يطلع من هنا وهنالك يمشي في قطار في مسير واحد هذا يسمى حدو الإبل فتقدم الطرماح وجعل يحدو بموكب الحسين عليه السلام وهو يقول يا ناقتي لا تذعري من زجري وامشي بنا قبل طلوع الفجر بخير فتعنين وخير سفري آل رسول الله آل الفخري السعدة البيض الوجه الزهري يا دائم النفع معايين والضري أيد حسينا سيدي بالنصر على الطغاء آيات من بقايا الكفر على العين سليلي صخري يزيد لا زال حلي فو الخمري وابن زياد العهري ابن العهري مشى موكب الحسين عليه السلام حتى وصلوا أرض كربلا وقف جواد الحسين عليه السلام التفت الإمام إلى أهل تلك الأرض سألهم ما اسم هذه الأرض جعلوا يعددون أسماءه قالوا تسمى شاطع الفرات قال وهل لها اسم آخر قالوا تسمى الغاضريات قال وهل لها اسم آخر قالوا نينوى جعلوا يعددون أسماءه جعلوا يعددون أسماءه حتى قالوا تسمى كربلا فقال الحسين عليه السلام أعوذ من الكرب والبلاء انزلوا انزلوا فها هنا مناخ رحالنا ها هنا تقتل رجالنا ها هنا تذبح أطفالنا ها هنا تسبع نساؤنا ها هنا تحرق خيامنا نزل الحسين عليه السلام أصحاب الحسين جعلوا ينصبون الخيام هذا الشاعر يمثل هذا الحوار بين العباس وأخته زينب سلام الله عليها تدرون هذا الطريق كله العباس وظيفة العباس كانت حماية رحل زينب وموكب زينب وأخوات زينب أخواته ونساؤه نساء الحسين عليه السلام كل ساعة عباس ونزايا أيال محمل الحرة يعدل صد الحسين وناشده يجل شنه نزلتك بالفلا يجل يا أخو يا نزلتي تدري بختنا مدللة ما شافت الزل والهضام فطنت على العز والعلى ريتك ريتك يا عباس حضر في دالة قبل فضر ريتك يا عباس حضر يوم طلعت من كربل سترة أصابع وجهة والدمع على الخد هاملة وقفت زينب وأمك وثوم في تلك الساعة عندما جاءوا بنياك الرحيل أمروهم بالركوب على النياك يوم الحادي عشر من المحرام جعلت زينب وأم كلثوم يركبون الأطفال النساء حتى بقيت زينب وأم كلثوم التفتت إليها أم كلثوم قالت أخي زينب اركبي تدرون الناقة عالية بحاجة إلى عن واحد يركب الثاني قالت أخي اركبي قالت إذا أنا ركبت فمن الذي يركبك هناك انفجرت زينب تبكاء جعلت تقول أنا أذاب إلى الذي أخرجني من منزلي أنا أذاب إلى الذي أركبني في محملي أنا أذاب إلى أبي الفضل العباس أنا رايح العباس أجعد 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 ورجب تفوف فوق زرد وقل وقل أخي ترى يا لك بشدة أخي أنا حملي وقع يا هني شدة عبايا يا أسياء راعي الحمية والحرم بحماك قد نامت سكينة في الخياء صرخت ونادت يوم أن سقط العلم اليوم نامت أعين وأن بك لم تنم وتسهد أيات أخرى فعزمنا آمها نسألك وندعوك ارفعوا أيديكم بالدعاء هذه لحظات مستجاب فيها الدعاء يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أسرع الحاسبين يا أحكم الحاكمين يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا الله